اشتركوا في القناة القمر الآن موعد بث الحلقة موجود في منزلة الثرية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة 3.34 دقيقة من عصر اليوم السبت اللي هو موعد بث الحلقة لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة 3.58 دقيقة من عصر اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم أو الأورام وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد القمر الآن زي ما حكينا في برج الثور يعني خلال هذا اليوم نشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج إدخار يمكننا شراء عقار ما أو قضاء وقت ممتع في البيت صيانة أو ترتيب أو حفلة أو حتى بمشاهدة التلفاز مثلا بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية عندنا زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين أورانوس وهاي طبعا رح تستمر تأثيرات هاي الزاوية لغاية يوم واحد اثنين مننشط فمن باشر بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في ذات الوقت وبرضو هاي الزاوية بتعزز قدرتنا العقلية وبتسهل علينا حل وفهم مسائل علمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بثقة وبقوة الحدث الموجودة لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين الريخ وتأثيراتها مستمرة لغاية يوم ثلاثة اثنين هاي الزاوية بتعزز قدراتنا القيادية وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهي تأثيراتها لغاية يوم تسعة وعشرين واحد هاي الزاوية بتدفع بحدودنا بصورة عامة وبتقوي إرادتنا وبتمنحنا الثقة بالنفس والتسامة والميل لحسن التصرف أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد وهي ذروتها الساعة وحدة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراف الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اختيران إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهي ذروتها الساعة ثلاثة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش تأثيرات الزوايا هاي كلها لأن ذكرتها تأثيراتها طيلة اليوم يعني هاي الزاوية اللي بين القمر وبين أورانوس اللي هي الاقتران بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منها ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي طبعا تأثيراتها من ساعات العصر ولغاية صباح اليوم التالي اللي هو يوم الاثنين هاي ذروت الزاوية الساعة ثمانية ودقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز الخيال الخصب وبأقوى الحدس وعليه فإن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم العنق والحنجرة والحبال الصوتية والغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون العضاء اللي ذكرناها أما بالنسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة فهي مناسبة لا يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثور فلو المسار القادم رح يبدأ يوم الاثنين ثلاثين واحد بيبدأ في تمام الساعة خمسة وواحد وخمسين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية وأربعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر في برج الجوزاء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره ثمان أيام في تمام ساعة تسعة وعشرين دقيقة صباحا بصير عمره تسعة أيام نسبة الإضاءة تصير ستين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتاش اثنين سعيد بنسبة عشر في المية الآن في ساعة الصباح بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في الثور حتى يوم ثلاثين واحد سعيد الآن بنسبة خمستعش في المية في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة عشر في المية ساعات العصر بصير منتحس بنسبة أربعين في المية أما في ساعات المساء المتاخرة أما ساعة المساء بصير سعيد بنسبة عشر في المية عطارد في الجدي حتى يوم احداش اثنين سعيد بنسبة خمس واربعين في المية الزهرة في الحوت حتى يوم عشرين اثنين سعيد بنسبة عشرة في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم خمسة وعشرين ثلاثة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الحمل حتى يوم ستة عشر خمسة سعيد بنسبة خمستاش في المية زحل في الدلو حتى يوم سبعة ثلاثة سعيد بنسبة خمستاش في المية ورانوس في الثور حتى يوم تسعة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمستاش في المية نبتن في الحوت حتى يوم ثلاثين ستة سعيد بنسبة خمستاش في المية وبلوتو في الجدي حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا هذا يوم ممتاز جدا بيحمل مع فرص مالية بتكون هاي الفرص من عمل إضافي أو مستردات نوع من أنواع الدعم وبتكون مفاجئة وبتدخل تحسين على ميزانيتكم وممكن تعالجوا استحقاق مالي أهمش إنكم ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل تققوا بالتفاصيل تطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم اليوم تبادروا لخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي بتتحسن المعنويات بشكل ملموس وبتنطلق في ورشة جديدة وبرضو بتمارس إرادة قوية واندفاع وحماسة وبتنتصر على كثير من الاعتبارات مرج الجوزاء طبعا يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني إنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم أهم شيء إنه لا توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء ابتعدوا عن الأضواء ولا تقرروا على شيء عشان ما تخيب أهمالكم برج السرطان ابتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته أهم إشي إنك ما تبقى وحيد فالظروف واعدة بتعاطف وتأييد لتحركاتك وبتفرح بدعم جهما لإلك وممكن يكون لك لقاء أو تعاون متبادل مع بعض الأطراف برج الأسد يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين أهمش إنه ما تتذمروا من كثرة الأعباء والضغوط لأنها كثيرة وحاولوا أنها يعني تستفيدوا من هاي الفترة لأنها برضا فترة مهمة ما تسمحوا لعواطفكم بالتأثير على سلوككم وأداءكم سيطروا على أعصابكم حتى لو شعرتوا بالإنزعاج برج العذراء بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح واضحة تماما وبشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور تعتبر هاي فترة إيجابية جدا بيسهل خلال هالحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معك وبتحمل شيء له علاقة إما بسفر أو باتصالات بعيدة برج الميزام تم فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية سارعوا لا تهدئة الخواطر وترتيب الأوضاع ممكن تتخلى عن مطالب أو عن خطوة خلال هذا اليوم أهم شيء أنك تتصرف دون التباطئ لتصحيح الأوضاع وإعادة بعض الأمور لنصابها وممكن تنشغل بمعاملات وأوراق برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم اليوم تعزيز شراكاتكم ولكن تتجنبوا الإنفعالات اللي بتخفي عداوة لاسيما مع الإدارات والمسؤولين وبحذرك من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنك راح تكون أنت الخاسر وخصمك قوي وشرس في هذا اليوم لأن طاقتك ضعيفة وانت الحلقة الأضعار برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنه أنت عندكم قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم ولكن بك تنظموا جدوى الغذائكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة وما تلتهوا بأي شيء ما في منه فايدة أو ضيعوا طاقتكم على الفاضي من المستحسن أنك تبدأ عملك باكر إن أردت نتائج مرضية فترة مثمرة وسعيدة وممكن تتلقى نتائج لجهودك السابقة وتنطلق في مرحلة جديدة برج الجدي ابترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أهم شيء أنه ما تترددوا في التعبير عن عواطفكم حاولوا تكريس مزيد من الوقت لأحباكم ابتنموا بعض العلاقات وبتزدهر لكن لا تسمح للشؤون الشخصية بأنها تأثر عليك برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية خلال هذا اليوم ابتنشغلوا بمسائل عائلية أهمش أنك ما تترك أي شخص يحبط طموحاتك أو يتدخل في شؤونك حاضروا الخلافات وما الضخموا الأمور ابتبدوا مرحفين الإحساس متوترين بسبب خلق ما أو ارتباط أو وعك صحية إلك أو لا أحد أفراد العائلة برج الحوت ابتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جر أهمش أنك تحافظوا على الموضوعية والهدوء والرصاني وحصنوا نفسكم بالمعنويات المرتفعة بتكون تنقلاتك مهمة وبتتمتع بسرعة خاطر وقوة أفكار وأعذار وبتتمتع بنشاط عالي برضو عندك حماسة للانطلاق بأي مجال هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء